بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريني خلاص بنستعد لانطلاق البطولة الإفريقية وموسم جديد وتحديات جديدة عند فريق النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي العريقة في كل مكان والبطولة الإفريقية إن شاء الله ستنطلق بالنسبة للنادي الأهلي يوم الأحد القادم انتهت فترة الإعداد المباريات الودية مارسلا كولر يمكن وضع كل الخطط المتاحة في هذه المباريات الودية وبالتأكيد هيحط اللمسات الأخيرة في التدريبات القادمة خلال 48 ساعة قبل الصفر إلى تونس يوم الخميس المقبل استعداد لخوض لقاء التحدي المنستيري التونسي يوم الأحد القادم إن شاء الله بطولة مهمة استعدادات مختلفة جهاز فن جديد تحديات جديدة بالنسبة لأفراد النادي الأهلي لكن بالطبع بإذن الله تكون تحديات فيها نتائج إيجابية ونتائج ملموسة خلال الفترة القادمة مع كمان قرب الموعد قرأة الدوري العام والاستيناف لمسابقة الدوري العام وسن جديد إن شاء الله هينطلق يوم 17 أكتوبر القادم حلقة فيها كوليس وتفاصيل وهنتكلم عن بعض الأمور اللي شغل بال الكل في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة عايزة عرف رأيكم في قرار استمرار الدوري أو مباريات الدوري الموسم المقبل بشكل طبيعي أثناء مباريات تكأس العالم في قطر 2022 شاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أراء حضراتكم على فكرة استمرار الدوري أثناء مباريات تكأس العالم خلال الفترة اللي جاية لكن بسرعة نروح لعنوين الحلقة في ترند الأهلي الفريق يوصل الاستعداد لمواجهة الاتحاد المنستيري وفي الترند المحلي فيتوريا يشترط رش الملعب في مباريات الموسم المقبل وفي الترند العالمي اليوم انطلاق مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا استعرض مباريات اليوم من الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا مباريات مصيرة وقوية الساعة 7 الاربع في مباراتين في توقيت واحد باير ني ميونيغ هيستضيف فيكتوريا بيلزن ومارسيليا هيستضيف سبورت انجليش بونا الساعة التاسعة من المساء اليوم ست لقاءات في توقيت واحد آيكس أمستردام هيستضيف نابولي ليفربول هيستضيف جلاسكو رينجرز بورتو هيستضيف باير ليفر كوزين كلوب روج هيستضيف أتليتكو مادريد وإنتر ميلا هيستضيف بارشلونا وفي الختام انتراخت فرانكفورت هيستضيف توتنهام هوتسيبير مباراتة قوية لقاء الميلا مع بارشلونا لقاء ليفربول محمد صلاح أمام جلاسكو رينجرز بالتأكيد ليفربول عايز يحسن نتائجه في دوري أبطال أوروبا بعد كمان نتائجة المخيبة للأمال في دوري الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة دي كانت أبرز مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا أخرج الأفاصل ونشوف أبرز الأخبار والكواليس والمعلومات اللي معنا النهاردة في فقر تريند تريند أهلا بحضراتكم من جديد وفقر تريند تريند خلاص بنتكلم في الاستعدادات النهائية لمبارات اتحاد المنستيري والأهلي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا مباراة قوية وتعد هذه المباراة هي أبرز وأهم مباريات الدور التمهيدي الثاني في دوري أبطال إفريقيا أي نعم في لقاءات أخرى سانداونز مع بطل سيشل مازينبي الزمالك باقي الفرق الموجودة في دوري أبطال إفريقيا ولكن هذه المباراة تمتاز بالدربيات فرق الشمال إفريقيا الفرق العربية الأهلي بطل مصر اتحاد المنستيري التونسي وصيف الدوري التونسي ويمكن عام النتائج إيجابية جدا آخر أربع سنوات فيه الدوري التونسي قدر يفوز على الترجف أكثر من مناسبة كمان نقدر نلدي المشاركة التانية القرية لفريق اتحاد المنستيري وبالتالي المباراة بتأتي أهميتها وصوبتها أنه دربي في شمال إفريقيا ما بين بطل مصر ووصيف الدوري التونسي كمان اتحاد المنستيري التونسي عنده لقابين مميزين يمكن أبرزهم حارس مارمى ممتخب تونس بشير بن سعيد هو حارس مارمى اتحاد المنستيري كمان المدير الفني داركونوفيتش يمكن أنه كان المدير الفني لفريق وفاق ستيفل الجزائري الواجه الأهلي في سيمي فاينال دوري أبطال إفريقيا العام الماضي ونظر الأهمية المباراة كمان الاتحاد الإفريقي اختار حكام معروفين حكام نقدر نقول مش مصنفين من الحكام النخبة تحديدا الحكم الجزائري اللي هيدير لقاء الزهاب هو رقم اثنين بعد مصطفى غربال في القايمة الحكام في الجزائر ولكن مش من حكام النخبة في الاتحاد الإفريقي فتم اختيار الحكم الجزائري لحلو بن براهم هو لهيدير لقاء الزهاب لقاء العودة جانيسي كازوي الحكم الزنبي اللي تم اختياره في كأس العالم في قطر هو لهيدير لقاء العودة ويمكن جانيسي كازوي عنده صوابق تاريخية سواء مع الأندية المصرية مع النادي الأهلي حتى مع المنتخب الوطني وكمان مع المنتخب التونسي اللقاء الشهير ما بين تونس وزامبيا في كأس الأم الأفريقية في الكاميرون كلنا عارفين نهى المباراة قبل الموعد الرسمي بحوالي خمس دقائق وعمل لغة كبيرة جدا أثناء منافسات كأس الأم الأفريقية ولكن الاتحاد الأفريقي بتشكيل لجنة الحكام الجديد يمكن اختار جانيسي كازوي لهذه المباراة بشكل عام نتمنى إن شاء الله يكون الأهلي في أتم الجاهزية الظروف متشابهة كمان في نقطة تانية اتحاد المنستيري التونسي يمكن مباريات الدوري التونسي تم تأجيلها فبالتالي هو كان عيب عنده الأفضلية للعب مباراة أو اتنين في الدوري التونسي قبل ما يواجه الأهلي لكن بعد تأجيل انطلاق الدوري التونسي فبالتالي مش هيقدر يلعب أي مباراة رسمية واكتفى بمباراة ودية مع الترجي انتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد المباراة قيمت أول أمس في مدينة المنستير وبالتالي نفس ظروف النادي الأهلي الأهلي لسه الموسم المحلي ببدأش لعب ثلاث مباريات ودية جهاز فن جديد نفس الأمر بالنسبة لاتحاد المنستيري التونسي برضو جهاز فن جديد لكن الأهلي بيتميز أنه عنده خبرات صوابك تاريخية إيجابية في البطولات الإفريقية حامل اللقب بالتأكيد عشر مرات وصيف البطولة الأخيرة آخر سبع سنين وصل ست نهايات فكلها أرقام بالتأكيد بتصب في مصلحة النادي الأهلي قبل خود هذه المباراة لكن في النهاية أرضية الملعب أو أرضية الميدان بتبقى لها حساباتها خاصة إن شاء الله بإذن الله يكون المجموعة اللي يتم اختيارها من قبل المدير الفني مارسل لكولر تكون قادرة على الظهور بشكل جيد في هذا اللقاء كلنا شايفين أن في صفقات تمت قبل خمستاشر تسعة وتم إبراز أو إضافة هذه الصفقات في قائمة الفريق شادي حسين مصطفى سعد برونوسافيو البرازيلي كل دي إضافات تمت على قائمة النادي الأهلي الأفريقية اللي تم إرسالها قبل يوم خمستاشر تسعة في أربعة وثلاثين لاعب قوام الفريق في هذه البطولة يقدر بقى مارسل قولر قبل السفر يوم الخامس يختار من بين هؤلاء اللاعبين القيمة اللي ممكن يسافر بيها ما أعتقدش هيسافر بأربعة وثلاثين يعني الموضوع مش هيبه كده قال آلم سافر عبر رحلة خاصة وطائرة خاصة إلى تونس ولكن مش هيسافر بالأربعة وثلاثين قد يسافر بخمسة وعشرين بسبعة وعشرين لاعب ده نتعرف عليه خلال الفترة اللي جاء لكن نفس الرولز ونفس النظام حداشر لاعب أساسي تسعة على دكة البودلاء خمس تغييرات بيتم يعني استبدالهم أو استبدال خمس لاعبين خلال زمن المباراة الأصلي خلال التسعين دي نفس قواعد البروتوكول الكورونا اللي كان مطبق في آخر سلسة بطولات إفريقية مستمر معنا في الموسم الإفريقي القادم عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين فبالتالي إن شاء الله يكون فيه استعداد جاد بالنسبة للنادي الآلي كل العناصر الأساسية موجودة باستثناء بالتأكيد غياب بيرسيتاو بسبب الإصابة يمكن يلحق المباراة التانية الجهاز الفني يفضل يخدم على المباراة الأولى عشان يستكمل برنامجه كل ده هنشوفه خلال الساعات الجاهة لكن في الثلاث مباراة الودية ما كانش بيرسيتاو جاهز وكان لسه بيواصل برنامجه التأهلي تمام قلتولي إيه؟ طيب حاجة تانية كمان مهمة جدا يمكن بعد نهاية الموسم الإفريقي السابق الاتحاد الإفريقي كان فيه أكتر من اجتماع للجلة الانضباط خلال الفترة الأخيرة كلنا عارفين إن مباراة الأهل والوداد يمكن شاهدة أحداث ما أثرتش على يعني صير المباراة طوال التسعين دي لكن الكاف اتخذ عدة قرارات خلال الأيام القليلة الماضية يمكن بعض الأمور تم إعلانها في السابق لكن الخبر الجديد واللي بنقوله من خلال شاشة قناة الأهل محدش كتبه أو يعني عرفه وتم ده إعلان خلال الساعات الأخيرة إن الاتحاد الإفريقي وقع غرامة مالية على الأهل عشر تلاف دولار وعلى الوداد المغربي عشر تلاف دولار وكلنا كمان نتذكر إن كان فيه كارت أحمر من فيكتور جوميز لرامي ربيعة مدافع النادي الأهل وكان ساعتها رامي موجود على تيكة البودلاء ما كانش بيشارك بشكل أساسي بعد كتابة التقرير وإرسال التقرير من فيكتور جوميز الاتحاد الإفريقي اتخذ قرار طبقا للعقوبة الإدارية ما فيش عقوبة انضباطية لأن ده طرد أحمر يعني كارت أحمر مباشر وكان طرد مباشر لرامي ربيعة فكان القرار من الاتحاد الإفريقي إيقاف رامي ربيعة لمدة مباراتين وبالتالي رامي ربيعة مش هيكون موجود في مباراتين الزهاب والإياب أمام اتحاد المنستيري التونسي دي أبرز الأخبار والمعلومات الخاصة بهذه المباراة على فكرة في عقوبات أخرى كمان على بعض الفرق في عقوبات مشددة على نهض البركان المغربي حوالي 25 ألف دولار في عقوبات على مازينبي إيقاف أكثر من حوالي أربع لعبين غرامة مالية 25 ألف دولار في مجموعة من القرارات التأديبية والانضباطية اللي صدرت من الاتحاد الإفريقي خلال الأيام القليلة الماضية لكن بالنسبة لنا اللي يهمنا أن رامي ربيعة يعني تم إيقاف مباراتين فمش هيكون موجود في زهاب وإياب الدور التمهيدي الثاني في دور أبطال إفريقية طيب الساعات الأخيرة كان في بعض الأمور اللي ظهرت من خلال السوشيال ميديا وإحنا برنامجنا التريند مهتم جدا بكل الأخبار والكواليس والمعلومات وحتى الأراء الشخصية اللي ممكن تتكتب على السوشيال ميديا ولكن اللافت للنظر بالنسبة لنا أن اللي اتكتب على السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة وهو غضب كبير جدا وغضب عارم من جماهير النادي الأهلي بخصوص نشر بعض التصريحات المفبركة من بيتسو موسماني ضد النادي الأهلي وإحنا عشان نتأكد دخلنا على أكثر من صحيفة وموقع صعودي عشان نتأكد من صحة هذه التصريحات وكلها تصريحات مفبركة وإحنا متأكدين أن هي تصريحات مفبركة ومش هنعرض التصريحات المفبركة عشان ما ننشرش أي كلام مفبرك أو غير صحيحي أو غير صحيح عشان دي أبجديات العمل الإعلامي أو العمل المهني لما يكون فيه تصريحات بتتأكد منها سواء من المصدر أو من الصحيفة أو الموقع اللي نشر هذه التصريحات ولكن لما تكون التصريحات المفبركة مش للمصدر بس لا كمال للموقع والجريدة هنا بنحط خطه بنسأل سؤال مهم جدا لمصلحة مين؟ لمصلحة مين تتعرض تصريحات أو معلومات أو أخبار على مواقع مش موجودة أصلا على المواقع وننقشها ونسأل هل التصريحات دي صح ولا غلط يعني أنت لما تلاقي موقع أو اثنين أو ثلاثة نشر تصريحات أو منسوب تصريحات لمصدر يأما تسأل المصدر يأما تدخل تتأكد من الموقع أو الصحيفة هل ده موجود ولا مش موجود دلوقتي كلنا عارفين أي موقع أو أي جريدة في نصخة بدي اف وفي موقع إلكتروني شغال 24 ساعة مكتوب عليكم للتصريحات وبالتالي لما تلاقي حاجة على السوشيال ميديا لازم تتأكد منها مش عايزين نرجع تاني لنفس الموضوع اللي حصل في المنتديات فاكرين المنتديات اللي كانت موجودة على السوشيال ميديا قبل قصة بقى التواصل الاجتماع والفيسبوك وتويتر كان فيه منتديات موجودة في 2007 و2006 وقبل كده وظهرت كلام كان مفابرك والناس طلعت في برامج وقالت وعمل أزمة حتى ما بين مصر وجزائر في تصفيات كاس العالم كلكم فاكرين للأزمة دي يبدو أن في ناس بعد العمر ده كله لسه مش عايزة تتعلم ولسه مصر أن هي تشتغل على الموضوع ده حتى من غير ما تتأكد وما تخلوناش دايما نروح لفسكة أن يكون فيه سوق ظن أن يكون الموضوع ده معمول مقصود يعني لما تلاقي تصرحات لبيتسو موسيماني بيهاجم فيها النادي الأهل يأما تسأل موسيماني بشكل مباشر يأما تدخل على الصحف السعودية تتأكد هل الاسكرينة اللي موجودة على بعض الصفحات على السوشيال ميديا سليمة ولا مسليمة لأن سهل جدا دلوقتي أي حد بيدرب أي حاجة أنا بشوف حاجة كتير مضروبة لمواقع الرياضية مصرية مغرد بس ما تبص على الشكل الاسكرينة اللي موجودة بتتأكد أنها مضروب بس برضو بتخش على الموقع تتأكد لكن ما دخلتش على الموقع وما سألتش المصدر اللي هو بيتسو موسيماني وتاخد الاسكرينشوت اللي موجودة على السوشيال ميديا والصفحات محدش عارف هي جاية منين ولا هي لجان ولا مين اللي كاتبها ولا مين اللي مطلحها وعد خلونا ممكن بقى نفكر بأصل اكتب انت وانشر وهات هنا وناقش ده مش هيبقى صح فبالتالي اول ما تشوف حاجة زي كده الف بيه يتروح للمصدر يتتأكد من الموقع او الجريدة لا عملت ده ولا عملت ده لا نشرت وسألت صحفي صعودي على صحة هذه التصرحات وكلها تصرحات مفابركة بس في النهاية لو عشرة او مية او الف شافوا الكلام ده على السوشيال ميديا لما تعرض على الشاشات شافوا مليون واثنين مليون وثلاثة مليون وبالتالي انت ساهمت في نشر اخبار كاذبة ساهمت في نشر معلومات غير سليمة ساهمت في اصارة الرأي العام والجماهير المبارحة مالت عايزة تتأكد هو الكلام ده كان غلط ولا كان صح ولا احنا نصدق مين ليه دايما لما بنلاقي اي حاجة على النادي الاهلي او مدرب في النادي الاهلي سواء حالي او سابق ليه بيبقى فيه سرعة دايما في نقل المعلومة او نقل الخبر اللي موجود على السوشيال ميديا ما بيتمش التأكد منه قبل اعلانه يعني انا في قضايا لاندية منافسة بدون ذكر اسامي يعني بتبقى فيه اوراق رسمية واضحة واضحة وضوح الشمس بلاقي القضايا دي او الاوراق دي مش معروضة في البرامج او في الاعلام وسبحان الله بلاقي ردود فعل عشان تثبت ان الاندية المنافسة مثلا ايا كان سين صادعين مش غلطان فنقض ندفع عنه رغم ان فيه مستندات اكيدة واضحة انها سليمة لكن مع ذلك ما بناخدهاش وبناخد على طول وجهة نظر النادي المنافسة او الاندية المنافسة واندافع عنها ليه ده ما بيحصلش مع الاهلي يعني ليه دايما بحس ان فيه حالة تربص باي تصريح باي خبر باي معلومة دون التأكد منها وده مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة ده عشر مرات هنا دورنا اللي احنا نوضح ده لكل السادة المشاهدين والجمهور على فكرة بقى فاهم يعني الجمهور بقى فاهم وبقى عارف وبقى مستوعب ان حتى المعلومة او الاسكيرين شوت اللي بتتاخد مع السوشيال ميديا حتى لو هي غير سليمة الناس بقى يتفهمة ان الاهداف اللي عايزة او عايزة البعض يتكلم فيها بتبقى اهدافه مش سليمة يعني فكرة اللي احنا نقول ان فيه حسن نية فيه خطأ زي ده ممكن يكون مهني لا احنا خلاص تخطينا مرحلة حسن نية وبقى فيه سوق نية الموضوع بقى واضح جدا بقى فيه سوق نية لما بتحصل مرة واثنين وثلاثة وعشرة وتصرحات مفابركة وتصرحات سوت وصورة بتترجم غلط وسكرين شوت على بعض الصفحات اللي ما هتعرفش هي معمولة فين او جاية منين وبتحط عليها حاجات غلط والبرامج الكبيرة البرامج الشهيرة بتاخدها وبتمشورها وبتنقشها وبتجيب تليفونات عليها وتسأل والموضوع كل على بعضه غلط ده ده في مصلحة مين ليه المعيار ما بيبقاش واحد يعني المهنية المفروض بتبقى المصطرة بتاعتك واحدة يعني زي ما بناش قضية لنادي زي النادي ده زي النادي ده لو وقفت في صف النادي ده وهجمت الاتحاد الوطني او الاتحاد المحلي وقلت الاتحاد ده غلطان يبقى في اي قضية بعد كده لازم يبقى نفس السياق معاك انك بتفترض حسن النية في اي تصرحات او في اي قضية ممكن يواجهها اي نادي لكن على طول بيتسو موسيماني قال بيتسو موسيماني بيهاجم الاهلي هي الناس مستنية ليه موسيماني يهاجم الاهلي ما الرجل من ساعة ما خرج لغاية اللحظة دي بيتكلم كواس جدا عن الاهلي ليه الناس مستنية دايما اي تصريح سواء حقيقي او غير حقيقي وعلى طول تطلعه عشان تتكلم على الاعلاقة ما بين بيتسو موسيماني والنادي الاهلي قلت قبل كده وقبل ما اختم واطلع لفاصل تدريب بيتسو موسيماني للنادي الاهلي للأسف للأسف بعيدا بعد الامور الفنية والامور القروية لم يتم استغلاله من الاعلام الرياضي المصري استغلال صحيح لصالح القرى المصرية ولصالح الدولة المصرية تاني على مدار سنتين صوت اتنبح من فكرة مدرب افريقي بيدرب النادي الاهلي للأسف الاعلام الرياضي المصري لم يستغل هذا الموضوع استغلال لصالح الدولة المصرية اعتقد الناس فهمة انظر ايه لان النادي الاهلي لما اتجه لهذه الفكرة والهذا المشروع اللي نجح على مدار سنتين ردود الافعال كلها الايجابية كانت جاية من خارج القطر المصر كانت جاية من كل الدول الافريقية رئيس جنوب افريقيا اشاد بهذا الاختيار نفس الناس تتعامل مع اي قضية وتحطه قدام مصلحة هي الشخصية مصلحة البلد مصلحة القرى المصرية مصلحة الرياضة المصرية مصلحة مصر في المقام الاول اتمنى اي شيء يتعلق بالاهلي او بمدرب الاهلي سواء الحالي او السابق نتحرق الدقة نتحرق الدقة والموضوع بقى سهل جدا 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 اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف بقى فقرات برنامج التريند زي ما انتوا شايفين ده فيجو تشويقي لتيشيرت النادي الالي في الموسم الرياضي الجديد 20-22-20-23 مع احدى شركات الملابس الشهيرة رقم واحد على مستوى العالم وبالتأكيد النادي الاهلي خلال الساعات القليلة القادمة هينشر بقى بشكل رسمي الفيديو الخاص بي زي الرسم للنادي الاهلي في الموسم الافريقي القادم والموسم المحلي خلال الفترة القادمة بالنسبة لي فريق القرى لكن خلاص خلال لحظات أو خلال ساعات هيتم الاعلان بشكل رسمي من خلال بقى الزي اللي هيرتديه النادي الاهلي في اول مبارياته ان شاء الله امام اتحاد المنستيري التونسي يوم الاحد القاضي طيب تريند الاهلي واللي كتب على النادي الاهلي خلال الساعات الاخيرة لان الساعات الاخيرة بالتأكيد كان فيه كلام كتير جدا بخصوص النادي الاهلي في السوشيال ميديا نبدأ مع بعض بحساب اليوم السابع وحساب اليوم السابع على الفيسبوك قالوا كولر يستبعد بيرسيتاو من رحلة تونس لمواجهة اتحاد المنستيري تفاصيل الخبر ان كولر استبعد بيرسيتاو جناح الاهلي من رحلة الصفر وفضل أن يكون فيه يعني تدريبات تأهيلية هنا في القاهرة لعدم جهزية اللعب من الناحية الفنية بعد تعافي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال الفترة الأخيرة كلنا شفنا كان فيه مرنامج تأهيلي لبيرسي تاو خلال الفترة الأخيرة وبالتالي لسه الجهزية الفنية للمباريات الرسمية مارسل كولر ما خدش فيها قرار رسمي عشان يحدد إمكانية خود تاو للمباريات الرسمية وبالتالي بنسبة كبيرة طبعا مش هيكون موجود في أولى اللقاء حساب يلا كورة على تويتر قالوا وفقا للبرنامج التأهيلي الذي وضعه كولر لللاعب كهربا يخود فترة تدريب إضافية عقب نهاية المران الصباحي لفريل أهلي تحت إشراف مدرب الأحمال استمرت 30 دقيقة حسب المعلومات اللي عندي أن مارسل كولر معجب جدا بالتزام كهربا خلال الفترة الأخيرة وخلال التدريبات وكهربا ووقت تحدي أنه هو الفترة اللي جاية إن شاء الله يكون موسم جديد بالنسبة له مع النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله بعد انتهاء مباراة الزهاب والإياب في البطولة الإفريقية هيكون كهربا متاح للمشاركة بعد ما يسدد بقى الغرامة والأمور المتعلقة بالغرامة في الفيفا لكن بعدها إن شاء الله هيكون جاهز بإذن الله للمشاركة مع النادي الأهلي تبقى للرؤية الفنية لمرسل كولر لكن كهربا عندنا ثقة إن الموسم اللي جاي هيكون موسم مختلف وإن شاء الله يقدم المستوى اللي احنا عارفينه عن الكهربا لأنه تحدي جديد وجهاز فني شايف إن الكهربا بيظهر بشكل طيب جدا في المباراة سواء كهربا برونو سافيو حتى مصطفى سعد وشاد حسين اللي عامل منافسة قوية جدا فيه خط الهجوم نروح كمان للمصري اليوم الرياضي وأمور متعلقة بمحمد محمود حساب المصري اليوم الرياضي على الفيسبوك قاله إن محمد محمود يرفض الرحيل عن الأهلي ويطلب فرصة من كولر محمد رفض وعايز يكمل مع الأهلي اللجنة التخطيط تلقت عروض للحصول على توقيع اللاعب ويطلع أعارة اللجنة التخطيط توصلت مع كولر وأبلغته بعروض اللاعب ومنحهم ضوء الأخضر ري رحيله لكن محمد عايز يكمل وبيطلب الفرصة من المدير الفن السويسر عشان يثبت وجوده خلال الفترة القادمة طبعا إن شاء الله محمد من اللاعبة المميزة يمكن الإصابة بعدته فترة طويلة جدا يعني حوالي سنتين لكن إن شاء الله يقدر فيه المباريات الرسمية الفترة اللي جاية يكون ليه دور مهم جدا مع لعبي خط الوسط سواء السلية ديانج فاتحي كمان أفشة في بعض المراكز اللي ممكن يعديها محمد محمود لأنه عنده إمكانيات رائعة جدا نتمنى تظهر فيه الفترة اللي جاية حساب كورا بلاس سموحة يتحرك للحصول على خدمات محمد محمود من الأهل كورا بلاس على الفيسبوك من خلال مصادره من سموحة عرض إنه هو يضم محمد محمود لكن حتى هذه اللحظة ما فيش إقناع للعب إنه هو ينتقل إلى سموحة ولو حتى على سبيل الأعارة لمدة موسم ورغبة محمد محمود زي ما قلت في الخبر اللي قبله إنه هو يكمل مع النادي الآلي عايز يثبت وجوده عايز ياخد فرسته وعايز يظهر بشكل جيد مع النادي الآلي خلال الفترة اللي جاية نروح لحساب الوطن الرياضي عبد الرحمن رشدان يكشف مفاجئة كولر له ويؤكد الخطيب حفزني عبد الرحمن رشدان يمكن لعيب منضم جديد للنادي الآلي واحدث الوجول القادمة من نادي ودي دجلة يمكن في تصرحات عبر الوطن سبورت قال إنه يطمح إلى المشاركة بصفة أساسية مع الفريق قال عقدت اجتماع مع الكابتن سارد الحفيز بالإضافة إلى المدارب السويسري مارسل كولر المدير الفني وأوضحوا لي إنهم تعقدوا معي عشان أشارك مع الفريق الأول وليس مع فريق الشباب كابتن محمود الخطيب حفزه وتكلم معاه وقال له إن شاء الله يكون لك دور مع النادي الآلي خلال الفترة اللي جاية كل دي بالتأكيد أمور إجابية جدا تحفز أي لعب صاعد وناشئ ينضم للنادي الآلي ويكون عنده حماس إنه يقدر يظهر بشكل سريع جدا مع الفريق الأول خاصة إنه سنه إنه يكون موجود مع اللعبة تحت السن لكن إنه يبقى موجود مع الفريق الأول وهو لعب تحت السن ده أعتقد يعني حافز كبير جدا لي إنه يظهر بشكل جيد ويحارب على الفرصة مع الفريق الأول حساب كورا إليفن وكلام مهم جدا بخصوص محمد الشناوي وأيضا كمان أليو ديانج للعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء تميز نجمي الفريق وتتجه إلى تعديل عقودهم خلال الفترة المقبلة حفاظا على استقرار الفريق ده مصدر لكورا إليفن إنه في كلام من لجنة التخطيط عايزة تعمل تجديد أو تعديل العود بالنسبة للشناوي وأليو ديانج وده يتم عقب مبارتي الاتحاد المنستيري لإنهاء الأمر ولكن بشكل رسمي هذا الكلام غير مؤكد للنادي الآن لم يعلن هذا الموضوع ولم يعلن هذه التفاصيل خلال الفترة الحالية نروح ليه حساب يلا كورا وتصرحات ليه جونيور أجاييه نقلتها الصفحة الرسمية ليه يلا كورا على الفيسبوك قال أجاييه كلام مهم جدا قال كان حلم من أحلامي أن أعتزل في النادي الأهلي وقال لعبت خمس سنين مع الأهلي تعتبر يا زيز السنواتي الأهم في حياتي كما أنني شرقت مع العديد من الأساطير في النادي وكان حلم من أحلامي أن أعتزل في النادي الأهلي ولكن في نفس الوقت أنا حققت العديد من الإنجازات في النادي وباب النادي مفتوح لي دايما جونيور أجاييه لعب نادي سموحة كلام مهم جدا من جونيور أجاييه بيتكلم على الفترة التي تواجد فيها مع النادي الأهلي من موسم 2016 حتى موسم 2021 نتمنى أنه التوفيق رب في خطوطه القادمة مع نادي سموحة أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل بقى فقرات برنامج الترين أهلا بحضراتكم من جديد والتريند المحلي ونشوف القرى المصرية والمكتوب في السوشيال ميديا عن الشأن المحلي في الساعات الأخيرة نبدأ موعد حساب الرسمي للاتحاد المصري لقرة القدم بيتكلموا على اجتماع مهم جدا عقده محمد براقات عضو اتحاد الكورة مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عقد محمد براقات عضو مجلس دارة اتحاد المصري لقرة القدم اجتماع عن اليوم بمقر الاتحاد مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي لمنأش الترتيبات المعاصقة للمقبل الذي يتخلى له مباراتي إسواتيني في التصفيات القرية المؤهلة لبطولة إفريقيا التي يتأهل منها أصحاب المركز الثلاثة الأولى إلى ألمبيات باريس عشرين أربعة وعشرين هي بس النقطة المهمة بالنسبة لي أن المطشن اللي يتلعب مع إسواتيني في الدور التمهيدي في التصفيات المؤهلة لألمبيات باريس دي المرحلة التانية في مرحلة أولى اليومين دول وفي مرحلة تانية في آخر عشرة في مرحلة تلتة في شهر 11 أو في شهر مارس عشرين ثلاثة وعشرين ثم بعد كده التصفيات النهية هتتلعب في المغرب صيف عام عشرين ثلاثة وعشرين أو أواخر عام عشرين ثلاثة وعشرين ولكن التوقيت اللي هتتلعب في مباراتي إسواتيني هيكون فيه لقاء السوبر ما بين الأهلي والزمالك في الإمارات على ملعبها الزعب نزايد لقاء السوبر المصري ما بين الأهلي والزمالك في التوقيت ده المنتخب الأولمبي عنده مباراة رسمياتين مع إسواتيني هل هيضم مين للأهلي؟ وهيضم مين من الزمالك؟ هل هيسيب اللعيبة الأهلي ولعيبة الزمالك؟ أعتقد أتمنى للتحاد يحسم الملف ده بدري بدري لأن المباراة الرسمية مع إسواتيني في التصفيات المؤهلة لأولمبيات باريس جاية مع توقيت لقاء السوبر المصري ما بين الأهلي والزمالك كورا بلاس وخبر لجنة التظلمات طرف التظلم بيرامد من مشاركته في الكونفيدرالية حساب كورا بلاس على الفيسبوك نشروا خبر أن لجنة التظلمات في اتحاد الكورا رفض التظلم ناتي بيرامدز اللي كان عايزي شارك في دور الأبطال بدلا من الأهلي لكن طبعا اتحاد الكورا وربطة الأندية كانت حطى معايير وضحة جدا وبرامدز حب أنه هو يشارك في دور الأبطال بدلا من الكونفيدرالية لكن طبعا شكوته تم رفضها والاتحاد الأفريقي لم ينظر لهذا الموضوع من الأساس نروح للمصر الرياضي ربطة الأندية نسعى لزيادة عدد الجماهير الموسم المقبل حساب المصري الرياضي على الفيسبوك قالوا أن في تصريحات لساروة سويلة معدو ربطة الأندية والمدير التنفيذي السابق لاتحاد الكورا قال في التصريحات أن ربطة الأندية بتسعى لظهور مسبقة الدور في الموسم القادم بشكل جيد من كل النواحي أبرز هذه الأمور زيادة أعداد الجماهير إلى عشرة آلاف متفرج في المباريات المحلية في الدور الموسم القادم ننتظر القرار الرسمي وهيكون شيء جيد جدا آخر حاجة في الترند المحلي حساب بطلات وتصريحات لعمر حسين عضو مجلس دارة اتحاد الكورا قال فيها فيتوريا قال لي أن رش المياه من عدمه يكون خطرا على اللاعبين فوضعنا في الليحة إجبار الأندية على رش الملعب قبل الشوت الأول وقبل الشوت الثاني وتوقيع غرامة على النادي الذي سيخالف ذلك أنا فاكر الكلام ده قالوا منويل جزيه لما كان مع النادي الأهل في سنوات سابقة وهو اللي دخل النظرية دي قال لك رش الملعب ده مهم جدا للعبت الكورا وكان بيواجه صعوبات كبيرة جدا لما كان بيلعب الفراء المنافسة في ملعبها كلهم كانوا بيرفضوا رش الملعب أخيرا أصبح قرار رسمي وهيكون في الليحة وهيبقى فيه عقوبات وبعد الفاصل نرجع ونكمل فقرات برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند ونروح ليه الترند العالمي الترند العالمي والبداية زي احنا معودينكم محمد صلاح حساب بطولات يمكن من خلال صفحتهم على الفيسبوك تصريح نقلا عن نويل ويلان مهاجم ليدز يونيتد الأسبق قال أتوقع أن يتم استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول قريبا لم يكن أبدا في المستوى منذ كأس الأمم الإفريقية الأخيرة نويل ويلان مهاجم ليدز يونيتد قال أن محمد صلاح ما ظهرش في شكل جيد وإذا بقى لفترة على مقاعد البودلاء ربما تفيده لاستعادة توهجه لأنه لم يكن أبدا في المستوى منذ كأس أم إفريقية الأخيرة يعني وجهة نازل لمهاجم ليدز يونيتد أنه شايف أن صلاح ما ظهر بشكل جيد بعد كأس الأمم وبيقول أنه لو قاعد على تكة البودلاء ممكن تبقى فرصة لأنه هو عشان يستعيد مستوى لكن محمد صلاح من اللعيبة حتى لو مستوى مش بنفس المستوى والأداية اللي احنا عارفينه عنه لازم يكون موجود في التشكيل الأساسية لأنه في لحظة ممكن يخطف هدف يعمل أسست لعيب لغنى عنه ويمكن ليفربول السنة دي مش مشكلته في سوق الحظ مشكلته فيه أنه ما حصلش تدعمات لسه ما فيش انسجام رحيل سادي وماني شكل الفرق أو خطة اللعب اللي حطها يورجون كلوب لسه ما ظهرتش في شكل كويس مع الفريق منذ بداية الموسى عشان كده النتائج مش مستقرة سواء في الدور الإنجليزي أو حتى في دور أبطال أوروبا طيب حساب يلا كورة على الفيسبوك يمكن تصريح أو كلام بخصوص ساتين هاج يتخذ قرارا صارما بعد الهزيمة في الدربي صحيفة التليجراف البريطانية قالت وأكدت أن إيريك تنهاج طلب من إدارة اليونيتد عدم منح أي لعب عقد جديد حتى يقوم بنفسه بتحديد من يستحق التجديد والبقاء مع الفريق طبعا دي كلام نقلا عن التليجراف البريطانية وده بالتأكيد بعد المباراة الشهيرة ما بين المان يونيتد والمان سيتي واللي انتهت بفوز المان سيتي ستة تلاتة كانت نتيجة كبيرة جدا وقصية على جمهور منشستر يونيتد نروح كمان لحساب في الجول وتصريحات ليورجون كلوب المدير الفن لفريق ليفربول وقال أتفهم شعور جمهور ليفربول يورجون كلوب عبر عن تفاهم لشعور جمهور فريقه بعد تراجع النتائج وقال في تصريحات عبر موقع ليفربول قلت يوم السبت انني استطيع ان افهم شعور الجمهور الحقيقة هي ان هذه اللحظة نحتاجهم فيها نحن نحتاج للجمهور دائما بالطبع ولكن في الوقت الحالي بينما نتطلع للمنافسة خلال هذه الفترة فنحن بحاجة اليهم اكثر من اي وقت مضى ده تصريح مهم جدا ليورجون كلوب يتكلم عن دور الجمهور ولازم جمهور ليفربول يكون واقف في ظهر فريقه خلال الفترة الحالية وهو متفاهم جدا طبعا شعور جمهير ليفربول وغضبها بسبب سوء النتائج في الفترة الاخيرة حساب الوطن الرياضي تقارير كورتوة مهدد بالغياب عن لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة تفاصيل الخبر بتقول كشف التقارير الصحفية اسبانية اليوم الثلاثاء عن أن البلجيكي تيبو كورتوة حارس مارما ريال مدريد أصبح مهددا بالغياب عن الكلاسيكو أمام برشلونة ومقرر هذه المباراة ان شاء الله يوم 16 أكتوبر ويمكن ده بسبب الإصابة شبكة ABC الأسبانية قالت أن هناك أنباء صادمة لنادي ريال مدريد حول إصابة تيبو كورتوة واللي غاب عن مواجهة أساسونا يوم الأحد الماضي في بطولة الدوري الأسباني الممتاز لسه ما فيش موعد نهائي ومحدد لعودة كورتوة لكن ما زال يعاني من بعض الانزعاجات واللي بتعود في أيام وخلال أسباع مقبلة الشبكة الأسبانية قالت أن كورتوة يريد أن يكون جاهز لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو لكن حتى الآن ليس مؤكدا أنه سيحقق ذلك طيب بوابة الأهرام على الفيسبوك تكلمت على ملف كأس العالم 20-30 وهنا الخبر متعلق به أوكرانيا تنضم إلى ملف ترشح أسبانيا والبرتغال لإستضافة مونديال 30 كسر عالم 20-30 كل الكلام رايح في إطار الملف المشترك كانت قالي أنه يكون فيه ملف مشترك ما بين مصر والسعودية وإحدى الدول كمان الأوروبية دلوقتي فيه كلام أن أسبانيا والبرتغال مع أوكرانيا يعني بنتكلم مثلا مصر السعودية اليونان أسبانيا البرتغال كان الكلام على المغرب على فكرة مع أسبانيا والبرتغال لكن دلوقتي فيه أخبار جديدة أن أوكرانيا ممكن تنضم لأسبانيا والبرتغال في هذا الملف ده الأمور المتعلقة بالترند العالمي طيب مشاركات الجماهير على السؤال التي طرحناه في بداية الحلقة الدوري يتلعب أثناء كأس العالم؟ ولا لأ رأيكم إيه في هذه الجزئية؟ أستاذ أحمد محمود بيقول والله إحنا الأهلي وحشنا قوي لدرجة أن لو فيه مطش ودي للأهلي ومطش الفرقتين كبار في كأس العالم لا أنا أتفرج على الأهلي جم الآخر يبقى حتى لو فيه كأس العالم ما هو عايز يتفرج على الدورة عشان يتفرج على الأهلي أستاذ محمد ده جمعة مساء الخير عليك يا كابتن محمد طالما المنتخب المصري مش مشارك يبقى يستمر والمنتخب أكيد مش هيشارك لأنه مش مؤهل لكأس العالم وبالتالي ممكن الدوري إن شاء الله يتلاقي بدأ حصل قرار الربطة مع اتحاد الكرة أستاذ أحمد عبدالهازي بيقول قرار جيد عشان نقدر ننهي الدوري مع باقي دوريات العالم وكفاية بقى موسم استثنائي طيب نروح كمان لعمر منصور بيقول أعتقد أفضل واستغلال هذه الفترة حتى لا يحدث ضغط مباراة وإجهاد خاصة نحن لا نشارك في هذه النسخة كل الأرار رايحة في اتجاه نحن نلعب دوري حتى أثناء كأس العالم أستاذ عبدالهازي حسن بيقول أنا موافق على هذا القرار وقرار موفق أهلاوي وأفتخ أنت لو سألت الجمهور ليه تلعب زي ما تقال أول تعليم معايا من أستاذ محمد بيقول أنا عايز أتفرج على الأهل حتى لو في مباراة بين البرازيل وألمانيا حتى لو فريتين كبار بيلعبوا في كأس العالم عايز أتفرج على الأهل دي أراء الجماهير خاصة جماهير النادي الأهل لكن في النهاية هنشوف الفترة الجاية القرار قرارة الدوري يوم 10 أكتوبر القرارة هتتعمل هنشوف كل المباراة من أول أسبوع حتى آخر أسبوع باليوم بالساعة بالتاريخ عشان نعرف الدوري هيبدأ إمتى ويخلص إمتى في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن لنا ألتقي غدا على خير في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء